سلام عليكم ازاكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. اه النهاردة هنعمل مع بعض مفرش مستطيل سهل وبسيط جدا جدا. اه يعني اه مش هياخد منك وقته خالص والغرزة بتاعته بسيطة جدا. نعمل غرزة الجراني مع الاعمدة. فسهلة وبسيطة جدا. مش هياخد منك اه وقت ولا اه مجهود يعني مش هياخد منك وقته خالص. اه المهم. هنعمل المفرش خمسين في متر. متر في خمسين. يعني مية في خمسين. تمام كده? عايزة بقى انت الصغاري تكبري. اه ده في ايدك. هنستخدم ايه? هنستخدم قبرة تنظيف وابرة مقاس اربع مع خيط آآ اليس بيبي سكريم. آآ ممكن تستخدم اي نوع خيط متوفر عندك مخصوص للمفارش. زي ما بقول لها خيط الصيوات خيط حلوان. آآ اي خط قطن مسلا عاوزة تستخدميه. آآ وممكن خيط دي برضو بتبقى حلوة قوي. والنتيجة بتطلع معنا عشاء الله حلوة زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. آآ قبل ما نبدأ من فضلكم تدعموا القناة بالاشتراك واللايك. وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا نبدأ مع بعض ونشوف فكرة المفرش المستطيل. وان شاء الله سهلة وبسيطة وما تنسوش لايه اللايك. درجة اللون آآ مية تسعة وتمانين. مية تسعة وتمانين. واحد تمانية تسعة. اللون اللبني الخفيف ده. هنعمل الاول وحدة البداية آآ قصدي عقدة البداية. هنعمل عقدة البداية. وهنعمل مضعفة. هنشغل بقرصة الجراني فهنعمل مضعفات آآ رقم خمسة. علشان بتسألوا على العدد اللي هتبدأوا به في الاول. يعني هتعد ازاي بقى? هنقول. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. وبعدين نحط ايدنا كده. ونعدي تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. نحط كده بقى تاني برضو. تاني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. بالشكل ده. لحد ما توصل للمقاس اللي انتي عاوزي. مضعفات رقم خمسة. تعدي خمسة خمسة. بعد ما عملنا عدد السلاسل بالمقاس اللي احنا عاوزينه. مضعفات رقم خمسة زي ما قلنا. هنحط ايدنا هنا كده. وهنعد ست سلاسل. يعني بعد ما تعمل المقاس المطلوب تعدي ست سلاسل بعدها. واحد. حط ايدك هنا عشان ما اطلقها بضيش. اتنين. تلاتة. اربعة. خمسة. ستة. هلف الخط على الابرة. وهدخل مكان ما انا حطيت ايدي كده. وهعمل عمود بلفة. كده. بالشكل ده. ايه بقى ست سلاسل دول? تلات سلاسل عمود بلفة. وتنين سلسلة مسافة من تحت وسلسلة مسافة من فوق. يبقى كده ست سلسل. عملنا عمود ده اول عمود ده يعتبر فراغ. ده بقى عمود الاولاني هنلف الخيط ونعمل العمود التاني بعد الغرزة اللي بعده. عمود كمان. واللي بعدها عمود كمان. يبقى كده تلاتة عمود. هنعمل اتنين سلسلة. واحد اتنين. وهنسيب من تحت واحد اتنين برضو. وهنلف الخيط. وهنعمل برضو تلات عمود بلفة جنبه بعد واحد. والغرزة اللي بعدها عمود بلفة. واللي بعدها برضو عمود بلفة. كده. هعمل برضو اتنين سلسلة. وهلف الخيط. وهسيب واحد اتنين. وفي التالتة هعمل عمود بلفة. هكرر نفس اللي احنا عملنا ده. عمود بلفة. عمود بلفة. بالشكل ده. عمود 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 اتنين سلسلة من هنا اتنين سلسلة من هنا عمود 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 كده لحد ما نخلص السطر كل. خلصتها بالشكل ده هتطلع معايا ايه بقى بصة حيب نبدأ بفراغ وننفراغ. الدول بقى كم واحدة دول واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة آآ عشرة. طلعوا معايا عشرة ايه. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة. هنبدأ نعمل الفراغ زي ما بدأنا الفراغ هننهي الفراغ. هنعمل ايه بقى? هعمل سلسلة واحدة. لما بنيجي نعمل الفراغ وبنعمل سلسلة واحدة. وبعدين هسيب من تحت واحد اتنين الف الخيط. هسيب واحد اتنين هدخل في التالتة اعمل عمود بلفة. يبقى كده ان هنا السطر زي ما بدأناه الزبط. الدور اللي بعده هنعمل ايه? واحد اتنين تلات سلاسل. واللف الشغل ده يعتبر عمود بلفة. هنعمل هنا في الفراغ جنبه اتنين عمود. اتنين سلسلة. هنجي في الفراغ هنا تلاتة عمود. اتنين سلسلة. نيجي في الفراغ تلاتة عمود. بالشكل ده. شغلنا كله في الفراغات. في الفراغات دي. ايه كملنا السطر بالشكل ده اشتغلنا في الفراغات زي ما شايفين تلاتة عمود اتنين سلسلة. تلاتة عمود اتنين سلسلة. هنيجي في الاخر. هنعمل اتنين سلسلة. وبعدين وبعدين الفراغ ده. هعمل هنا كده اتنين عمود. وتلت عمود هعمله في سلاسل الارتفاع دي. دي كانت تلات سلاسل. واحد اتنين هدخل في السلسلة التالتة واعمل عمود. تلت عمود ما تعمليه في السلاسل بتطلع معاك الحواف مزبوطة كده اطراف المفرش مزبوطة ما تطلعش معاك معاك. لك لو عملتهم كلهم التلاتة هنا في الفراغ ممكن تدخل لجوه كده ما تبقاش مزبوطة. فاخر عمود اعمليه في سلاسل الارتفاع. الدرون اللي بعده هنرتفع واحد اتنين تلاتة لارتفاع عمود بلفة وسلسلة مسافة. وهلف الشغل هنشتغل هنا برضو في الفراغات هنعمل تلاتة عمود. اتنين سلسلة. لو عايزة تعمل سلسلة واحدة عادي يعني في المسافة عايزة تعمل سلسلة واحدة مش اتنين سلسلة عادي ما فيش آآ فرق ولا حاجة. يعني نجي هنا نعمل تلاتة عمود. يعني عايزة تعمل تلاتة عمود سلسلة واحدة. تلاتة عمود سلسلة واحدة. فيش مشكلة. اتنين سلسلة. تلاتة عمود. وهنكرر بالشكل ده السطور لحد ما تبقى سطور الجيلاني معايا ست سطور. كده بوصي. هنكرر لحد بيبقى واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة السطور دي آآ ست سطور آآ سطر بيبدأ معانا بفراغ وسطر بالاعمدة سطر بفراغ وسطر بالاعمدة بالشكل ده. كملت السطور بالشكل ده. عندنا كم سطر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ست سطور آآ جيراني. بعد كده هنعمل ايه? ايه بالشكل ده. هنعمل ايه با بعد كده? هنشتغل بعد كده سطر اعمدة عادي خالص. اعمدة عادية مش جيراني اعمدة. آآ هو المفرش آآ غرزة الجيراني مع غرزة العمود بلفة بالتبادل كده. يعني ست سطور آآ جيراني آآ تلات سطور عمود بلفة. ست سطور جيراني تلات سطور عمود بلفة. كده يعني. فاحنا دلوقتي هنرتفع تلات سلاسل ارتفاع العمود بلفة. واحد اتنين تلاتة. وهنلف الشغل العمود وعمود اهو هنمشي فوق كل عمود عمود. فوق هنا الاتنين سلسلة الفراغ الاتنين سلسلة هنعمل فيهم اتنين عمود. اول عمود. تاني عمود. وفوق الثلاثة عمودة دول فوق كل عمود عمود. وفوق الهنا الاتنين سلسلة فراغ الاتنين سلسلة هنعمل اتنين عمود. لان الاتنين سلسلة يعتبروا غرزتين. كده. هيبقى سطر اعمدة. فوق كل عمود عمود من تلات اعمدة دول. في الفراغ هنا اتنين عمود. فوق كل عمود عمود. في الفراغ اتنين عمود. عشان يعتبروا غرزتين. عشان دول اتنين سلسلة. لآخر السطر. عملت السطر كله اعمدة بلفة زي ما شايفين. هنجي على اخر غرزة. دي سلاسل الارتفاع. هقفل واحد اتنين تلاتة في تالت سلسلة. عمود بلفة في تالت سلسلة. هنعمل بقى السطر اللي بعده كله اعمدة فوق كل عمود عمود. هنرتفع تلات سلاسل. ممكن اللي ارتفعت عملي اتنين سلسلة برضو مفيش مشاكل. هنمشي بقى فوق كل عمود آآ عمود. فوق كل عمود عمود. كده عملت سطرين اعمدة واحد اتنين الجاي برضو سطر اعمدة برضو التالت. هنقفل سلاسل الارتفاع ما تنسيهاش. بصي لو ننسيناها خلي بالك هتلاقي ايه معوض هتلاقي دي داخل الجود يطلع على البرك كده ما تنسيهاش. عشان يطلع الحواف من عاكي من هنا آآ مظبوطة. هنلف الخيط على الابرة وهاجي هنا عند تالت سلسلة. واحد اتنين تلاتة. وهعمل عمود بلفة. هرتفع برضو تلس سلاسل واحد اتنين تلاتة وهالف الشغل وهامشي برضو فوق كل عمود عمود بلفة. فوق كل عمود عمود بلفة. وهكمل بقى السطور بالشكل ده. آآ هعمل واحد اتنين تلس سطور عمودة ده اخر سطر في الاعمدة وهارجع لغرزة دي تاني. اشتغلت تلس سطور اعمدة عمود بلفة عادي اهو. يبقى احنا عملنا دول ست سطور واحد اتنين تلاتة اربعة خمس ستة وتلس سطور عمود بلفة. هنكرر بقى الجزء ده هنبدأ نكرره لحد ما توصلي للطور انت عايزة. يعني انا دلوقتي هبدأ اعمل آآ ست سطور بالغرزة الجراني تاني. هنعمل ايه بقى? بصتوها دي الاعمدة هي. ايه. تلس سطور. واحد. واحد اتنين تلاتة. دلوقتي هرتفع. هنكرر بقى السطر اللي احنا عملناه في الاول خالص هنا. هرتفع واحد اتنين تلاتة. ارتفاع عمود بلفة. وسلسلة مسافة. يبقى كده ارتفعت اربع ثلاثل. هلف الخيط. هسيب واحد اتنين. ادخل في التالتة عمود بلفة. الغرزة اللي بعدها برضو عمود بلفة. واللي بعدها عمود بلفة. اتنين سلسلة. هلفق الخيط. هنسيب واحد اتنين. هسيب الغرزة واحد اتنين. ادخل في التالتة عمود. واللي بعدها عمود. بالشكل ده. اتنين سلسلة. واحد اتنين في التالتة عمود. بالشكل ده. زي ما شايفين كده. اربع سلاسل. بعدين عمود عمود عمود. اتنين سلسلة. وسبت اتنين من هنا. عمود عمود عمود. هنقرر لاخر السطر. اشتغلت السطر كله بالشكل ده. اه تلاتة عمود. اتنين سلسلة. تلاتة عمود. اتنين سلسلة. زي ما شايفين كده. هنجي بقى في الاخر. اه هيفضل معنا غرزتين برضو. احنا بنسيب غرزتين اهو. غرزة العمود دي. وفي الفراغ السلسلة اللي احنا عاملينه. وده الارتفاع. هنعمل ايه بقى? هنعمل السلسلة واحدة. واحدة بس. وبعدين هنلف الخيط. طبعا هنسيب دي. ونسيب الفراغ ده. ونعيد. واحد اتنين تلاتة. في تالة السلسلة. هعمل عمود بلاف. خلي بالك بقى ان احنا كنا بدقين تحت هنا. كان واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. برضو تعدي السطور دي اللي احنا اللي انت عملتها بقى للمجموعة التانية. هتلاقيهم عشرة برضو. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر. علشان يطلع معاك مزبوط. هنكمل بقى عادي زي ما كنا شغالين بقى المجموعة اللي قبل كده. هنرتفع تلات سلاسل. وهلف الشغل. وهاجي هنا هعمل في الفراغ هنا اتنين عمود هيبقوا كلهم تلاتة عمود. هعمل آآ اتنين سلسلة. وهاجي في الفراغ هعمل تلاتة عمود. اتنين سلسلة. في الفراغ هنا تلاتة عمود. واقرر بالشكل ده. هيبقى كم سطر برضو? ستة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. زي ما عملنا هنا كده بالزبط. خلصتها بالشكل ده. ست سطور واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. زي المجموعة دي بالزبط. دلوقتي هبدأ اقرر التلات سطور اعمدة. هعمل ايه? هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. وهلف الشغل. وهعمل فوق كل عمود عمود. وفراغ اللي اتنين سلسلة هعمل اتنين عمود. فوق كل عمود عمود. بالشكل ده. هعمل هنا اتنين عمود. فوق كل عمود عمود. في الفراغ اتنين عمود. سعنا السطر كله هيبقى عمدة عادي. خلصت السطر كله اعمدة بالشكل ده. اهي. هعمل بقى السطر البعده برضو عمدة. هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة. ممكن ترتفع اتنين زي ما قلتك عادي. آآ هنلف الشغل. هنمشي بقى فوق كل عمود عمود. فوق كل عمود عمود. وهنخلص السطر ده. هنعمل السطر البعض برضو اعمدة. هيبقوا تلات سطور عمود بلفة. هنبدأ بقى نقرر آآ السطور اللي احنا بنعملها. المجموعات اللي احنا بنعملها دي. يعني آآ ست سطور بالجراني. تلات سطور اعمدة. ست سطور جراني. تلات سطور اعمدة. لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عاوزينه. آآ عايزة بقى سبعين. عاوزة متر. عاوزة متر ونص. زي ما تحبي. آآ هي الفكرة ان تكرار المجموعتين دول بالتبادل اللي هي مجموعة الاعمدة ومجموعة الجراني. هكمل انا بقى سطر الاعمدة ده. وهعمل اللي بعديه سطر اعمدة كمان. وبعدين هارجع اكرر ست سطور دول. وهبدأ اكرر بالشكل ده لحد ما وصل للطول المناسب. خلصت المفرش بالشكل ده. يعني وصلت المقاس اللي انا عاوزها. دي كان مجموعة من الجراني. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ومن الاعمدة واحد اتنين تلاتة اربع آآ مجموعات. آآ كده المقاس المناسب. وخلي بالك بعد ما تخلص سطر الاعمدة ان سطر الجراني اللي بعدين نفس العدد اللي انت بدأ فيه في الاول. يعني مسلا بدأ بعشرة. عشرة مجموعات. فهنا عشرة برضو. هنا عشرة. هنا عشرة. آآ طبعا انت مش راز ما نتلاقي عشرة معك يعني انت خد الفكرة وعمل بقى المقاس اللي انت عاوزها والمناسب لك. آآ دلوقتي بعد ما نوصل المقاس المناسب هنبدأ نعمل الحواف. هو سهل وبسيط زي ما شايفين كده عبارة عن اعمدة وجران وخلاص. عشان نعمل الحواف بعد ما خلصت اخر سطر اغانسة وفصلتش الخيط. هعمل سلسلة تأمين واقص الخيط. انا هشتغل الحواف برضو بنفس اللون بس انا هقص الخيط علشان هبدأ من ناحية تانية غير اللي انا آآ قفلة بها السطر دي. قصية الخيط بالشكل ده هنوصله فين بقى? هنوصله مكان السطر الاولاني اللي احنا بدأنا به هنا كده. مكان ما بدأنا كده في الاول. فهاجي هنا اهي ده السطر الاولاني اللي انا بدأت به. ده اخر سطر انا انا خلصت عنده. بص ده اخر سطر اللي انا لسه قصة منه الخيط اهو. ده بقى السطر اللي انا بدأت به خالص. المجمع الاولانية خالص. اللي هي ايه? البداية في الاول. هدخل الخيط هنا. هعمل حواف الاول بغرزة العمود بلفة. آآ فالجزء اللي هنا كده هعمل فيه زاوية. دخل الخيط بالشكل ده. هعمل هنا ايه بقى? هشتغل تلات سلاسل. دي ارتفاع الايه العمود بلفة. وبعدين هعمل جنبها اتنين عمود كمان يبقى تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس المكان. يبقى تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود في نفس المكان. كده. تمام? يبقى عملت كده زاوية تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود. هاجي بقى في الاعمدة دي دي مكان البداية هو كده. الاعمدة دي كده هعمل فوق كل عمود عمود. هنا مكان السلاسل اتنين عمود. هنا عند الاعمدة فوق كل عمود عمود. كده. يبقى الزاوية تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود. وبعدين فوق كل عمود عمود بالشكل. ده الاخر السطر لحد ما وصل للزاوية التانية. اشتغلت السطر كله اعمدة بالشكل ده. الزاوية مكان الزاوية اهو مش اعمدة. لحد ما وصلت للزاوية التانية. اهي. هشتغل برضو تلاتة عمود. اتنين سلسلة. كل زاوية هتقابلني هعمل فيها كده. تلاتة عمود. اهي. تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود. هنجي بقى كده عندك العمودة مائلة كده مائلة كده. هشتغل هنا عند كل عمود اتنين عمود. يعني عند عمود الميل كده هعمل اتنين عمود. بالشكل ده. هبدأ من الحتة دي. هبدأ من هنا كده. اشتغلت هنا خلاص. اشتغلت الزاوية. هاجي هنا كده. اه هنا كده هدخل اعمل عمود. هنا كده العمود الميل ده هعمل اتنين عمود. هنا كده اتنين عمود. بصوا بقى ازاوية عاملت ازاي? اتنين عمود اتنين عمود عند كل عمود مائل كده. اهي? بنعمل اتنين عمود. عند كل عمود مائل كده بنعمل اتنين عمود لحد موصل الزاوية اللي بعد كده. خلاصت السطر كله بالشكل ده زي ما شايفين دي الزاوية اللي عملناها ومشينا اعمدة 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 لحد موصلت الزاوية اللي بعد كده. هنا. دي تلاتة عمود. دول التلاتة عمود. خلاص? انا عملت هنا اتنين عمود في المنطقة دي. السطر ده كده اهو. دي التلاتة عمود. هدخل هنا عند هي سلاسل الارتفاع. هسيب العمودون دول وادخل عند سلاسل الارتفاع دي. خلاص? هلف الخط وهدخل اعمل تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود. هعمل فيها الزاوية. هعمل فيها الزاوية. وبهنعمل الزاوية هنا عند العمود ده كده. هلف الخط وهعمل تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود. بالشكل ده. تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود. وبعدين السطر اهو. كده السطر. في بقى الاتنين عمود دول. يعني احنا عمود منهم اللي هي سلاسل الارتفاع ما انا فيها الزاوية. تلاتة عمود اتنين سلسلة تعمود. اتنين عمود دول هعمل فوق كل عمود عمود. فيه غرز فبندخل آآ في الغرز عادي. هنا اتنين عمود. كده بقى برضو الاخر السطر حد ما نوصل الزاوية اللي بعد كده. عملت كله اعمدة بالشكل ده دي الزاوية هي كله اعمدة لحد الزاوية اللي بعد كده. آآ التلاتة عمود اهمت هعمل عند العمود الاولاني والعمود التاني. هشتغل فوق كل عمود عمود. العمود ده والعمود ده. هجي هنا هعمل عمود. والعمود اللي بعده هعمل عمود. العمود بقى التالت ده هنعمل فيه الزاوية. هناخد بقى الخلط ده معنا كده. عند العمود التالت ده. بشتغلنا فوق العمود ده عمود. في العمود ده عمود. العمود التالت هنعمل فيه الزاوية. الزاوية اللي بالشكل. تلات عمود اتنين سلسلة تلات عمود. نيجي بقى كده هنشتغل هنا اتنين عمود. هنا اتنين عمود. عشان الاعمدة عندنا آآ ميلا كده وما فيهاش غرص زي الجهة التانية دي بالزبط. هنعمل هنا كده اتنين عمود. ونيجي هنا كده اتنين عمود. في المنطقة دي بردو اتنين عمود. ايه. عند كل بقى عمود مائل زي الجهة المقابلة دي هلعا ازاي ما عملنا اتنين عمود اتنين عمود اتنين عمود لحد ما نوصل لحد المكان ما احنا بدأنا. دي الزاوية اللي عملناها في الاول خالص. اشتغلت السطر كله بالشكل ده اعمدة لحد ما وصلت المكان الزاوية اللي احنا بدأنا بيها في الاول خالص. هنا خلاص عملت الاتنين عمود. كده بالشكل ده. جيت هنا يعني بصي. عند العمود المائل ده عملت اتنين عمود. فالمسافة من اتنين عمود لحد الزاوية كده بتحس ان فيه مسافة كبيرة شوية. فعلشان المفرش ما يققاش عامل كده فهنعمل العمود هنا. هنا كده. في المنطقة دي. وبعدين دي سلاسة الارتفاع اللي احنا ارتفعناها في الاول. واحد اتنين هدخل في التالتة واعمل منزلقة يبقى كده السطر خلص. هعمل بقى السطر كمان زي ده كده بالزبط. هامشي بمنزلق عشان اوصل لفراغ الاتنين سلسلة ده عشان هعمل زاوية. هارتفع تلس سلاسل. وهعمل جنبها تلاتة عمود. والزاوية هقفلها في الاخر لما اجي اقفل السطر ده. هكملها. هكمل التلاتة عمود التانين لما اجي اقفل السطر. هامشي بقى هنا يعني هنا هيبقى في الزاوية في الاخر هنكملها مع بعض. هامشي بقى فوق الاعمدة دي كلها. فوق كل عمود عمود حد ما اوصل للزاوية دي. وصلت للزاوية اللي بعد كده. عند الاتنين سلسلة. وصلت المكان الاتنين سلسلة. وصلت فوق الاعمدة كلها عمود عمود. مشيت وراك فوقها كلها. اه فوق كل عمود عمود. لحد ما وصلت الاتنين سلسلة. هعمل فيها الزاوية برضو. تلاتة عمود. اتنين سلسلة. تلاتة عمود. سطور الاعمدة دي ممكن تقررها لو انت عايزة اتعرضي المفرش اكتر. يعني اه ممكن تعملي سطر اعمدة واحد ما كنتعملش تاني لانا عاملة ده. اه ممكن تعملي بعد انا هعملت ان دول بس. ممكن تعملي واحد كمان. تالت حسب ايه ما انت عايزة اتعرضي المفرش. وبادرة عمود دي اتنين سلسلة. اه تلاتة عمود. همشي بقى فوق كل الاعمدة دي. فوق كل عمود عمود. فوق الاعمدة دي كلها. فوق كل عمود عمود. خلصت بالشكل ده. آآ عملت اعمدة داير ميدور كده. وفي كل آآ اتنين سلسلة عملت الزاوية. تلاتة عمود. اتنين سلسلة تلاتة عمود في كل الزاوية. لحد ما وصلت لمكان ما احنا بدأنا. احنا كنا عاملين تلاتة عمود يعني مش مكملين الزاوية. انا مشيت اعمدة كده للاخر. هاجي مكان ما كنت عاملة تلاتة عمود لانا بدأتي بهم. ده كان فراغ لاتنين سلسلة. عملت فيهم تلاتة عمود بس. وقلت لكم هكمل الزاوية في الاخر. هنكملها بقى دلوقتي هدخل في نفس المكان ان انا كنت ارتفع ارتفعت بالتلات سلاسل دول. آآ هعمل تلاتة عمود جنبه. في نفس المكان ده انا ارتفعت منه. لو فرجت نسلسلة الاولاني ده. اعمل تلاتة عمود. كده. وبعدين هعمل اتنين سلسلة. وهاجف فيه سلاسل الارتفاع دي في تلس سلسلة. هقفل بمنزلك. يبقى انا كده كملت الزاوية الاخير. اه. كده كملت الزاوية. فاضل دلوقتي او بقي دلوقتي اخر سطر في الحواف. آآ هنعمله ازاي بقى. اعمله بفستنات. احنا عملناها كتير قبل كده. شكل الحواف دي. آآ هارتفع واحد اتنين تلاتة. نفس المكان انا ارتفعت منه. هعمل جنبه تلاتة عمود. نفس المكان. نفس المكان ارتفعت منه. تلات سلاسل هعمل تلاتة عمود. بالارتفاع هيبقوا اربع عمود. بالشكل ده. هعدي بقى واحد اتنين تلاتة في الغرزة التالتة هدخل اعمل حشو. وبعدين ارتفع واحد اتنين اتنين سلسلة بس. هعمل في نفس المكان. نفس المكان اللي انا عملت في الحشو وارتفعت منه ده هعمل برضو تلاتة عمود. كده. هعد واحد. واحد اتنين تلاتة في الغرزة تلتة هعمل حشو. هارتفع اتنين سلسلة. نفس المكان نفس المكان هعمل تلاتة عمود. هعد واحد اتنين تلاتة وهعمل حشو. بالشكل ده. كملت السطر بالشكل ده زي ما شايفين. اهي. كده. لحد ما وصلت عند الزاوية. مش هيبقى فيه مشكلة خالص. الزاوية عادي بالشغل عادي وبتمشي عادي زي ما احنا ماشيين. اللي هي اربعة بنعمل حشو بنعمل حشو بنعمل تلاتة عمود. وبعدين بنسيب واحد اتنين وندخل في الثالثة. اه انا عملت اخر واحدة اهو. اه هنا الزاوية هي. عملت اخر واحدة. ففي غرزة التانية التالتة تعتبر هي فرغ لاتنين سلسلة. يعني انا عديت عادي اهو. واحد اتنين دي تعتبر التالتة هدخل واعمل حشو عادي اهو. وهارتفع اتنين سلسلة. وهعمل جنبها تلاتة عمود. يعني في الزاوية هنمشي عادي. وبعدين برضو هعد واحد اتنين في التالتة هاعمل حشو. اه بصي. هارتفع برضو اتنين سلسلة. وهعمل جنبها تلاتة عمود. وبعدين هعد واحد اتنين في التالتة واحد اتنين في التالتة هعمل حشو. برضو. وامشي زي ما انا ماشيا كده عادي. بص خلاصات الكل بص جميل جدا ازاي وبسيط اوي وسهل وما خدش كمية خيط على فكرة. اه يعني انا لحد دلوقتي بصوا في في الشلة الاولينية يعني مت جرام. ممكن ان شاء الله ما خلاصه يعني هتخلص الحواف بس. ما بيخدش كمية خيط وسهل وبسيط زي ما شايفين. بصي بقى. آآ عملت اهي الحواف كده كده. مشيت عادي اهو. آآ هنا بقى. عملت حشو. هارتفع اتنين سلسلة. وفي نفس المكان هعمل تلاتة عمود. بنعد احنا. واحد اتنين وبدخل في التالتة. التالتة جات هنا ايه? اللي هي اللي تنسل سلة برضو. يعني كده. واحد اتنين التالتة زي الحواف اللي قابلها بالزبط. او الزاوية اللي قابلها بالزبط. واحد اتنين دخلت في التالتة هعمل حشو. زي الزاوية اللي احنا عملناها قابل كده. هارتفع بقى برضو اتنين سلسلة. وهكرر برضو آآ تلاتة عمود. وهنمشي بابل نظام كده لحد ما وصل لمكان ما بدأت. هعد بقى واحد واحد اتنين هدخل في التالتة حشو. وارتفع برضو وكرر كده. لحد ما خلص الحواف كلها. خلصت الحواف كلها بالشكل ده. آآ دي اخر واحدة عملتها ودي اول واحدة احنا عملناها. آآ عملت هنا الحواف اهي. هقفل بقى ازاي. المكان اللي انا ارتفعت منه ده. اللي ارتفعت منه في الاول خالص تلس سلاسل. هدخل تحت كده عند اول سلسلة من تحت. عند اول سلسلة. اهي. دي التلس سلاسل اللي احنا ارتفعناها في الاول اول ما بدأنا. هدخل عند اول سلسلة من تحت وهعمل حشو. كده. كده. يبقى كله زي بعضه. كده بالشكل ده. كنا بنعمل بقى ايه? حشو الحواف حشو. الحواف حشو. عملنا في الاخر برضو الحواف حشو هي. هنعمل بقى سلسلة تأمين ونقص الخيط. ويبقى كده خلاص. المفرش خلص معنا. وسهل وبسيط. وفاض من الميت جرام. كده. يعني شوية برضو يعني ما خلصوش. بص يعني شوية صغيرة يعني. وده كان المفرش بتاعنا النهاردة سهل وبسيط زي ما شايفين. عبر عن جيراني واعمدة. مفروفش اي صعوبة خالص. يعني ممكن تنفزيه بكل سهولة. آآ ممكن تعملي لونين. يعني ممكن تعملي الديبلون وديبلون كده. او ممكن تعملي الجزء اللي في النص دوت بلون واحد والحواف بلون. يعني زي ما تحب بقى. يعني آآ قلتك الطريقة وانت طبعا بقى ايه? هتحطي بصمتك. لو كان الفيديو عجبكم. ما تنسوش تدعموني بالاشتراك واللايك وتفعيل الجرس عشان يفصل لكم كل جديد. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.